أسابع من الميادين سلام الله عليكم وإلى العنوين ألخز علي يعلن انتهاء هدنة المقاومة العراقية مع الأمريكيين ويعد الوجود العسكرية التركية أخطر من الأمريكي وثائق عسكرية أمريكية تكشف عن خيارة زعيم دعش الحالي للعشرات من أعضاء التنظيم خلال احتجازه في سجن بوكا صاران تنفي الأنباء عن محاولة رسال رسالة للأفريق جو بايدن وتصفها بالأخبار الصفراء الرئاسة اللبنانية تنفي مزاعم وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تبدل موقف بيروت من مسألة تثبيت ترسيم الحدود البحرية الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن اليمن يواجه خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة في العالم منذ عهود الرئيس فانسولين كلاس مادورو يعلن قرب انطلاق رحلة الجوية المباشرة مع تهران وموسكو أطلق الأمين العام لعصائب أهل الحق مواقف متعددة عبر العراقية الإخبارية أبرزها إعلانه انتهاء هدنة المقاومة العراقية مع الأمريكيين وتصنيفه الوجود العسكرية التركي بالأخطر من الأمريكي تقرير فاطمة قاسم المقاومة العراقية أوصلت رسالتها الهدنة انتهت لم تعد واشنطن أهلا للصفقات مع عدم التزامها بتحقيق الشروط متحاررا من أي معوقات كشف قيس الخزع لانتهاء الهدنة الشروط لم تتحقق والهدنة انتهت يبدو الأعلان تتشينا لمرحلة جديدة مع الأمريكيين وجدت المقاومة نفسها مضطرة إلى عدم المراهنة على الاستمرار في الهدنة بعد إشارات متعددة وتحديات ميدانية حزما ظهر الخزع له وهو ينفي أي علاقة لأي جهة بمواقف المقاومة كاشفا عن رسالة إلى إسماعيل قآني يؤكد له فيها أن العصائب معنية بالرد على القصف الأمريكي لمواقع المقاومة واغتيال القادة الشهداء إذا أجاكم أحد إحنا دوافعنا وطنية مئة بالمئة وإن التقت المصالح فيما بيننا وبين الجمهورية صحيح لا كنت تقع مصالح بس دوافعنا وطنية وكاملة فإذا يجيكم واحد عراقي يقول لي هابا تفضل دول العراقيين أنتم عراقيين وحس فهموا منكم إحنا موجودين كثيرة هي رسائل الخزعلي للداخل والخارج إلى أنقرة كانت إحداها في محاولة لتحجيم خسائر المستقبل وكبح جماح مغامراتها أن التهديد العسكري التركي المقبل سيكون أشد وأكبر وأخطر من التهديد الوجود العسكري الأمريكي تحديات كثيرة جعلت هذه النقطة من أولويات المقاومة مع تحسسها تحركات خطيرة ومحاولة لاستبدال الدور الأمريكي في العراق والمنطقة ثم تاجوا سيس في الداخل تقول معلومات الخزعلي الذي تعمد التطرق للرئاسات الثلاث كذلك بصراحة ووضوح حرص على توضيح ظروف تقلد الكاظم رئاسة الوزراء مؤكدا أن المصلحة اقتدت أخيرا مجيء رئيس وزراء شيعي علمني لا إسلامي غير مرتبط بإيران وقريب من أمريكا والخليج سفير أنقرة لدى بغداد فاتح يالدز قال أن تركيا ليس لديها أطماع في أراضي العراق مؤكدا أنها الداعم الأقوى لعراق واحد موحد وفي تغريدة على تويتر ردا على تصريح الخزعلي قال يالدز لا تبذل جهدا لا يحقق نفعا من خلال المزاعم التي لا أصل لها والتي خلقتموها في عالم أوهامكم من أجل لفت الانتباه نحو تركيا من أولئك الذين يمثلون تهديدا حقيقيا على سيادة العراق ووحدة أراضيه وفق ما جاء في التغريدة معي مباشرة من العاصمة العراقية بغداد المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي سيد الربيعي حياك الله بداية ونريد أن تقدموا توضيحا حول ما جاء اليوم على لسان الأمين العام لعصائب أهل الحق أبعاد هذا التصريح دلالاته أيضا وإذا كان هناك آلية لتنفيذها على الأرض أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم ولمشاهدكم الكرام الحقيقة ما صرح به سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي في لقاء الأمس كان صوتا عراقيا صالحا وواضحا يعبر عن حقائق يعيشها المجتمع العراقي والشعب العراقي بكل تفاصيلها ولكن لم يتحدث أحد مثله بهذه الطريقة كلنا نعرف الشيخ الخزعلي يمتلك من المقومات ومن الخصائص ما لا يمتلكها غيره الآن في الساحة العراقية وبالتالي هو يتحدث بمعلومات وبدقائق وبتفاصيل عندما يقول في موضوعة الوجود التركي أنا لا أدري هل يعرف العراقيون جميعا أن تركيا اليوم تحتل ما هو مساحة أكبر من محافظة عراقية أكبر من أكثر من محافظة عراقية وتواجدها العسكري المستمر والسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها ما زالت تتكرر هي كانت تدعي أن تواجدها العسكري في المناطق في داخل إقليم كردستان وحتى خارج إقليم كردستان خارج المناطق المتنازع عليها وهي مناطق العيش المشتركة التي تعيش فيها الأقليات كانوا يدعون بأن تواجدهم هو بسبب داعش ولمحاربة الإرهاب ولكننا جميعا نعرف تماما بأن الجيش التركي والقوات العسكرية التركية لم تضرب إطلاق واحدة ضد زمر داعش الإرهابية التي تمكث كانت بالقرب منها وبالتالي تركيا أيضا مدانة بحسب التقارير الموجودة لدينا والمعلومات بأنها كانت مساهم كبير في دخول مجاميع كبيرة وعديدة من هذه الزمر التكبيرية التي كانت تأتي من دول العالم طوال الفترة ما بين عام 2014 و2018 ثم لم تنسحب هذه القوات العسكرية التركية بعد تحقيق الانتصار الكامل ورغم كونها محاطة من كافة الجهات بقوات عراقية ومن جهة أخرى بقوات البيش مرقل العراقية أيضا ولكنها مع ذلك تزداد وتقوم بعمليات انتهاكات وقتلت قادة عسكريين عراقيين وقابت باحتلال أكثر من 60 قرية ولديها الآن مطار عسكري في دوهوك وبالتالي كل المؤشرات وكل المعطيات الواضحة لدينا تدلل على ان احتلالا عسكريا تركيا كبيرا موجودا في العراق نعم هو في المنطقة البعيدة عن الوسط والجنوب ولكنها منطقة عراقية دفعنا لكن هنا سيد ربيعي لكن هنا سيد ربيعي قلقتموها في عالم الأوهام وأن تركيا ليس لديها أي تطماع في أرض العراق كيف تردون عليه؟ أنا من أجل دحض هذه التي يسميها أوهام أدعو كافة وسائل الإعلام العراقية العربية العالمية أدعو الميادين ومراسليها أدعو القنوات التركية إلى الذهاب إلى هذه المناطق أدعو القائد العام للقوات المسلحة العراقية سيد مصطفى الكاظمي أدعو وزير الدفاع العراقي أدعو القوات الأمنية العراقية إلى الذهاب إلى تلك المناطق ومشاهدة القوات العسكرية التركية التي تحتل الأراضي العراقية عن أي أوهام يمكن أن يتحدث السيد يولدز السيد يولدز يريد أن يمرر مشروعه وبالتالي عندما يكتب مثل هذه التغرية هو يحاول أن يغطي على أفعال تركية لم يتحدث عنها أحد أنا قلت في البداية أن سماحة الشيخ الأمين امتازة بهذه الميزة ووضع النقاط على الحروف وتكلم عن قضايا خطيرة لا يتكلم عنها أحد الآن المشكلة في سلوك الحكومة الاتحادية وكذلك سلوك حكومة أقليم كردستان التي لديها تعاطف ولديها علاقات ولديها مصالح بسبب عمليات تهريب النظف وبسبب المناثل الحدودية مع الحكومة التركية وبالتالي هي تسكت عن هذه الانتهاكات القتلى والشهداء والضحايا الذين يذهبون من العراقيين في مناطق الحدود مع تركيا كبيرة جدا ثم أن الوجود التركي ليس وجود هذا اليوم هو وجود مستمر والانتهاكات مستمرة منذ عشرات السنين لكنها ارتفعت وزادت وتيرتها بعد دخول قوات داعش التي ساعدتها تركيا بشكل واضح كانت تسهل مرور الإرهابين إلى العراق طيب لماذا الآن سيد الربيعي أنا أتحدث لماذا الآن بالضبط كما تحدث سماعة الشيخ الأمين نحن نتحدث عن مخاطر الاحتلال الأمريكي للعراق بعد 2003 كان من أكبر المخاطر التي نعاني منها كعراقيين نبحث عن أمن واستقلال وسيادة بلادنا وبالتالي تمكننا من تحقيق هذا الاستقلال وتمكننا من طرد القوات الأمريكية في أواخر عام 2011 وحصلنا على استقلال بلادنا وفي نفس الوقت ذاك الوقت نفسه كانت هنا قوات تركيا تتمركز في مناطق قريبة من الحدود داخل الحدود العراقية وترتكب أفعال وانتهاكات وقلنا بأن هناك علاقات وهناك جيرة وهناك مصالح مشتركة بيننا وبين تركيا يمكن أن يكون هناك وعي لدى الحكومة التركية ويمكن أن يكون هناك سلوك للحكومة العراقية بمناسبة الحكومات العراقية المتعاقبة تتحمل وزر هذه الانتهاكات التركية وكيفية وآلية الرد عليها ما نتحدث عنه اليوم السبب الذي جعلنا نعبر بهذه الصراحة هو أن القوات الأمريكية أصبحت على بوابة الرحيل وبالتالي نحن لا نسعى فقط إلى إخراج القوات الأمريكية وتحدثنا حتى في قرار البرلمان العراقي قلنا بأننا نطالب بسحب كافة القوات الأجنبية العسكرية من العراق ولم نكن نعني بالقوات الأمريكية فقط رغم أن القوات الأمريكية كانت هي جسم الأساس للوجود الأجنبي ولكن هذا لا يعني عدم وجود قوات أخرى نحن نطالب برحيل كافة هذه القوات وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن وجود قوات أجنبية عندما نقايس بين وجود قوات فرنسية مثلاً وقوات هولندية جاءت ضمن ما يسمى بقوات التحالف الدولي لا يمكن قياسها مع وجود القوات العسكرية التركية التي تحتل مساحات شاسعة من الأرض العراقية وبالتالي تشخيص هذا الخطر كان واجباً على الجميع ولكن الذي انبرى له والذي تصدى له والذي أعلنه بشكل واضح لأنه لا يهادن ولا يماري على حساب السيادة العراقية والأمن العراقي التي دفعنا كعراقيين من أجلها أعز الشهداء طيب هناك شهران كما تعرف سيد الربيعي يبدو فيهما دونالد ترامب كالفيل الجريح حالياً فيه حذر وتحذيرات وفيه قلق ربما عند البعض من هذان الشهران بأن يقدم دونالد ترامب على أي شيء عسكري أو أمني العراق ساحة مرشحة كما إيران كما جنوب لبنان كما مناطق سوريا كما مناطق أخرى ألا تخشون في العصائب أن تدفعوا ثمن هذه المواقف في هذا التوقيت من الولايات المتحدة أنا أقولها وليسمعها مني أول المشاهدي الميادين وحضرتك وليسمعها مني كل الشعب العراقي وكل الشعوب الأمة الإسلامية ونعتقد هي هذه كلمة محور المقاومة والممانعة فليسمعها مني ترامب وليسمعها مني تسمعها الإدارة الأمريكية نحن لا نخشى إلا الله وكلما كبر الله في قلوبنا صغر ترامب وأمثاله في عيوننا نحن لا نخشى الموت فالموت لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة نحن اخترنا طريقا ندافع به عن حقنا وعن كرامتنا وعن سيادتنا وبالتالي مستعدون للتضحية ومستعدون للشهادة ونفتخر بأننا نلحق بقادتنا نلحق بإمامنا الحسين نلحق بالحاج أبو مهدي المهندس نلحق بالحاج قاسم سليماني هذه قافلة الخلود وموفق من يلتحق بهذا الأمر أولا الأمر الثاني نحن نعتقد بشكل واضح أن قوتنا وعزتنا وكرامتنا أكبر وأهم وأشد من كل ما تملكه الآلة العسكرية الأمريكية ومن كل ما يدور في مخططات الإدارة الأمريكية سواء كان ترامب أو غير ترامب نحن لم نحسب حسابا عين خرجنا كجماعات صغيرة مع بدايات الاحتلال الأمريكي وكنا مجاميع صغيرة لا نملك سوى سلاح بسيط ومع ذلك وقفنا في شوارعنا ومدننا وقررنا أن نخرج هذا الاحتلال وكانت جميع يقول لنا ماذا تفعلون هل تعتقدون بأنكم من الممكن أن تقفوا بوجه الآلة الأمريكية ووقفنا وصمدنا وانتصرنا لأننا نعتقد بأننا مع الله سبحانه وتعالى والله أقوى وأعز وأجل من كل الآلة الأمريكية ونعم بالله سيد محمود الربيع المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا كشفت وثائق عسكرية أمريكية رفعت السرية عنها أخيرا عن خيانة زعيم تنظيم داعش أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى لرفاقه الوثائق تشير إلى أن الخليفة الجديد لتنظيم داعش أفشى معلومات عن العشرات من عضاء التنظيم من بينها تفاصيل عن أبو إبراهيم القرشي خليفة أبو بكر البغدادي وذلك أثناء احتجازه في سجن بوكا الذي تديره الولايات المتحدة جنوب العراق عام 2008 نفت الخارجية الإيرانية ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز حول محاولة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسي عباس عراقشي رسال رسالة إلى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد الانتخابات الأمريكية المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة وفي حديثا للتلفزيون الإيراني شدد على أن صناعة الأخبار الصفراء أصبحت عملا شائعا في بعض وسائل الإعلام وأكد أن هذا الخبر يعود إلى بداية الأسبوع وهو مفبرك بالكامل مشيرا إلى أنه جرى الرد عليه في اليوم نفسه من قبل مكتب الممثلية الإيرانية في نيويورك استعداد إسرائيل التغيير الذي سيجلبه معه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر بلورة استراتيجية للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة فيما خص إيران ترافق مع تقديرات إسرائيلية بأن الفترة الباقية للرئيس ترامب هي الأفضل لزيادة الضغط على إيران وحزب الله في المنطقة هذا تقرير لمنال إسماعيل لا يمر يوم على المسؤولين في إسرائيل إلا ويستحضرون إيران في كل مناسبة وفرصة ويوجهون الرسائل ويطلقون التهديدات والتحذيرات من كل حدب وصوب معلقون إسرائيليون لا يخفون تقديرهم بأن كثرة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وكثافة التقارير الإعلامية والاستخبارية المتعلقة بإيران وحزب الله أيضا تدخل في إطار الحرب النفسية والضغط على محور المقاومة طلاقا من القراءة الإسرائيلية التي تقول إن المنطقة بأسرها تستعد في المرحلة المقبلة للتغيير الذي سيجلبه معه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ولذلك على إسرائيل استغلال ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترامب التي ستكون مزدحمة وعاصفة بما يخدم مصالحها وفي ظل التقارير التي تتحدث عن أنه في الشهرين المتبقيين له سيحاول ترامب زيادة الضغط على إيران أكثر بإرساء حقائق على الأرض سواء عبر عقوبات إضافية أو خطوات دبلوماسية أو عمليات سرية تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الفترة القريبة هي الوقت المناسب لزيادة الضغط على إيران وحزب الله في المنطقة حيث يشخصون في إسرائيل بحسب مراقبين وجود فرصة لنقطة تحول مهمة من الآن فيما في الخلفية دعم مهم من جانب إدارة ترامب منتظار بايدن وفيما يخططون في الجيش الإسرائيلي والموساد وفق محللين لكيفية تجنيد بايدن وفريقه للإصرار على اتفاق نووي محسن مع إيران كشف النقاب في إسرائيل عن بلورة وزارة الخارجية الإسرائيلية استراتيجية للتأثير في الاتفاق مع إيران عبر إنشاء طاقم خاص لهذه المهمة برئاسة وزير الخارجية جابي أشكنازي استراتيجية تهدف بحسب خبراء إلى تضمين كل اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة والدول الكبرى وإيران عناصر مهمة لإسرائيل في ظل سعي إسرائيلي لإقناع إدارة بايدن بخلق رابط بين النووي الإيراني وصواريخ إيران ودعمها للمقاومة في المنطقة أعلنت حركة حماس أن حديث قيادة حركة فتح عن اهتمامها بمسار المصالحة يتعارض تماما مع سلوك هذه القيادة السياسي المخالف للإجماع الوطني ودع الناطق باسم حماس حازم قاسم السلطة إلى العودة لمربع الإجماع الوطني والتراجع عن عودتها للتنسيق الأمني معي مباشرة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الدكتور ماهر الطاهر مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مباشرة من دمشق دكتور ماهر هذا موقف حماس ماذا عن موقفكم؟ لا شك أن ما أقدمت عليه السلطة من موضوع عودة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي والعودة للتنسيق الأمني واعتبار ذلك انتصار هذا كلام خطير جدا 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 وبالتالي على السلطة أن تدرك أن الفصائل الفلسطينية ليست تحت الطلب وأنه يعني في أي وقت تدعو السلطة لحوار تأتي الفصائل لهذا الحوار على السلطة الفلسطينية أن تدرك أن ما أقدمت عليه هو استخفاف بالشعب الفلسطيني أولا استخفاف بالفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية استخفاف بكل ما جرى حتى من حوارات اللي تم يعني موضوع اللقاء في رامالله وفي بيروت وما تم الاتفاق عليه في بعض المسائل أن تقدم السلطة على هذا الموقف وبشكل منفرد ولا تستشير أحدا هذا فيه استخفاف كبير بكل القوى ويعطي رسالة واضحة بأن لا مصداقية لهذه السلطة بالوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية والخروج من مجرى أوسلو وتطبيق ما قالته السلطة بالتحلل من الاتفاقات وما اتخذ من قرارات سابقا في المجلس المركزي حول موضوع انهاء أوسلو كل هذا يدلل أننا أمام السلطة تفتقر للمصداقية الحقيقية وبالتالي أن يتم الإقدام على هذه الخطوة بعودة التنسيق الأمني بعد كل ما اقترفته إسرائيل من جرائم وبعد سياسة الاستيطان والتهويد والتصفية الشاملة للقضية الفلسطينية وبعد أن ثبت فشل الخيار الذي أقدمت عليه السلطة خلال 27 عاما الماضية على السلطة أن تدرك أن الفصائل ليست تحت الطلب وأنه والله بترجع للحوار وبتعود للحوار في ظل مثل هذه المواقف المدمرة للقضية الفلسطينية والتي تعطي مبرر للأنظمة العربية التي أقدمت على التطبيع والتحالف مع الكيام الصهيوني أولا يبررون لهذه الأنظمة ما فعلت وثانيا يشجعون أنظمة عربية أخرى على السير بهذا الاتجاه وبالتالي على السلطة أن تدرك أن ما أقدمت عليه خطير وخطير جدا طيب دكتور ماهر الرئيس أبو مازن يوم أمس بعد لقائه لواء جبرين رجوب وروحي فتوح الوفد الذي كان في القاهرة يجري اجتماعا مع حركة حماس أصدر بيانا ليلة أمس قال فيه بأنه المصالحة والحوار مع القوى الفلسطينية والفصائل هو خيار استراتيجي سوف يستمر ونحن حريصون على أن يستكمل هذا المسار أيضا هذا ألا يعني دكتور ماهر أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح متمسكة بالحوار والالتزامات التي التزمت بها أمامكم في الاجتماعات لا لا هم يدركون جيدا هم يدركون جيدا أنه بعد قرار العودة إلى العلاقات مع الكيان الإسرائيلي والعودة للتنسيق الأمني يدركون تماما أن الكلام الذي يقولوه حول أنه هذا خيار استراتيجي وأنه متمسكين بالوحدة الوطنية هذا يصبح كلام لا معنى له لا معنى له طيب دكتور ماهر يعني انطلاقا مما تفضلت به الآن أنتم في الجبهة الشعبية ستمستمرون في الحوار أم الآن جمدتم هذه المشاركة أو هذا المسار أنا أقول أنه على السلطة أولا أن تعود عن قرارها وعلى السلطة أن تخرج من هذا المجرى ما في وحدة وطنية فلسطينية حقيقيا وما في إنهاء للانقسام بدون إلغاء اتفاقات أوسلو وبدون سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والخروج من كل هذا المجرى الذي دمر القضية الفلسطينية والانتقال إلى استراتيجية عمل فلسطيني جديد تقوم على قاعدة المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء كل مرحلة ما سمي باتفاقات أوسلو المذلة والمدمرة والتي دفعنا ثمنها باهظا ولكن واضح أن السلطة الفلسطينية متمسكة بخيارها الفاشل ومتمسكة بطريق أوسلو الذي ثبت فشله بصورة كاملة مع الأسف أقول أن التمسك بخيار أوسلو والتمسك بالتنسيق الأمني والمفاوضات يعني أن السلطة تدمر الوحدة الوطنية الفلسطينية ولا تريد إنهاء الانقسام طيب دكتور تم التواصل معكم من قبل حركة فتح السلطة الفلسطينية فريق التفاوض أو الحوار مع الفصائل بعد إعلان السلطة الفلسطينية قرار إعادة العلاقات مع إسرائيل والتنسيق الأمني والمدني يعني بمعنى أنه تم شرح أو التبرير لكم لماذا أقدموا على هذه الخطوة هل جرى تواصل بعد القرار بينكم وبينهم؟ أبدا لم يجري أي تواصل لا من قبلهم ولا من قبلنا نحن فوجئنا بهذه الخطوة ونرفضها رفضا قاطعا وعلى السلطة أن تتراجع عن هذا الموقف الخطير ولم يتم أي تواصل معنا من قبل السلطة لكن علمنا أنه في هناك أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح لم يكنوا يعلموا بما جرى نهائيا وسمعوا بما جرى من وسائل الإعلام يعني باتصالات ليس موضوع اتصالات رسمية وإلى آخره علمنا من بعض أعضاء اللجنة المركزية أنهم سمعوا ذلك بوسائل الإعلام كما سمعناه نحن نعم دكتور قبل نقطة أخيرة قبل أن نودعك الليلة سيكون في المسائية عند العاشرة بتوقيت القدس الشريف ضيفنا لواء جبريل رجوب أميسر حركة فتح وهو الذي جاء إلى دمشق وتم التواصل معكم هناك وأجرى كل الحوارات ماذا تريد أن توجه له أو تسأله خلال وجوده معنا هل هناك شيء محدد رسالة محددة أو سؤال محدد توجه له مباشرة عندما جرت اللقاءات يعني هنا في دمشق مع الجبهة الشعبية ومع الفصائل الخمسة جرى نقاش وتنطرح أسئلة حول موضوع أنه إذا جاء بايدن وذهبت الإدارة ترامب وجاءت الإدارة الديمقراطية هل هذا يعني سيعكس نفسه على مسألة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وسيؤدي إلى عودة السلطة للمفاوضات والأوهام التي مارستها خلال 27 عاما والانحرافات التي مورست خلال 27 عاما كان الجواب من وفد حركة فتح أنه لا ما في أبدا أي علاقة بين موضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ومجيء بايدن أو غيره هذا يعني خيار معتمد لديهم بغض النظر حول من سيأتي أو من سيفوز في الانتخابات فسؤالي أنه لا اتضح تماما أنه بعد ما جاء بايدن وهذا كان تخوف حقيقي لدى العديد من الفصائر الفلسطينية بأنه يعني هذه الحوارات عما تم انتظارا لموضوع الانتخابات وأنه إذا جرت الانتخابات وجاء بايدن السلطة ممكن أن تنقلب في موقفها سؤالنا أنه لا اتضح تماما أنه بمجرد فوز الحزب الديمقراطي ومجيء بعيدين السلطة انقلبت 180 درجة وتخلت عن موضوع إنهاء الانقسام وأصرت ولازلت تصر على السير بنهجها المدمر وهو نهج اتفاقات أوسلو وما ترتب عنها من نتائج كارثي هذا هو السؤال دكتور ماهر الطاهر مسؤول دائرة سياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق شكرا جزيلا لك نفأ مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية مزاعم وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تثبيت ترسيم الحدود البحرية وأكدت أن لبنان لم يبدل مواقفه في موضوع الحدود البحرية وهي مواقف ثابتة وفقا لتوجيهات الرئيس مشيل عون للوفد اللبناني المفاوض ولا سيما للجهة ممارسة لبنان حقه السيادي وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد زعم بأن لبنان بدل موقفه سبع مرات بشأن ترسيم الحدود أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية للميادين أن السلطات في دولة الإمارات أوقفت عددا من اللبنانيين من دون أن توضح الأسباب المصادر أضافت أن عدد الموقفين هو 12 لبنانيا من المقيمين في الإمارات ولم يسبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية وأن السفارة اللبنانية في أبوظبي لم تتبلغ رسميا من السلطات المحلية أي تفاصيل وأسبق للإمارات أن أوقفت لبنانيين قبل فترة وكذلك أبعدت آخرين ثلاث سنوات مضت على حملة الاعتقالات التي شهدتها السعودية لأمراء ورجال أعمال كبار سنوات تتكشف بعدها تفاصيل جديدة عن ظروف تلك الحملة ومثلها مع اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وصولا إلى اعتقال الناشطات السعوديات تقرير جراسيا بيطار أهلا بكم من داخل فندق الريتس كارلتون بالرياض يخرج المزيد من التفاصيل حول العملية التي صنفت بأنها من كبرى عمليات التطهير وأكثرها إسارة للجدل في التاريخ الحديث للسعودية شخصيات بارزة ممن شملتهم تلك الاعتقالات تحدثوا إلى الصحيفة The Guardian لبريطانية وكشفوا عن ليلة الأولى حيث أن الجميع كانوا معصوبي العيون وتعرضوا لما تسميه الاستخبارات المصرية بللت الضرب وأضافوا تعرض البعض للضرب المبرح وكان هناك أشخاص مقيدون إلى الجدران في وضعيات صعبة استمر التعذيب لساعات وكان كل ما قام بالتعذيب من السعوديين لقد كان الهدف كسر شوكتنا مصادر الصحيفة لفتت كذلك إلى تعرض المعتقلين للتهديد من خلال تسريب معلومات خاصة كالعلاقات خارج نطاق الزواج أو المعاملات التجارية غير القانونية وتابعت جاء التطهير على حساب كسر الثقة بين النظام الملكي ومجتمع الأعمال السعودي فالإفلات من العقاب أتاح القيام بعملية اغتيال جمال خاشقجي لأن الحراسة أنفسهم متورطون في الجريمتين جرائم من نوع آخر ترتكب في السعودية تلقي الضوء عليها صحيفة ديلي ميل وقد يكون اسم لوجين الهذلول كافيا لاختصارها أما بطل الأسليب الوحشية ضدها وضد كل المعتقلات فقط لأنهن يدافعن عن حق المرأة في القيادة فهو خالد بن سلمان سفير الرياض في واشنطن وشقيق ولي العهد هذا ما تقوله الصحيفة في تقرير حقوقي يكشف عن وسائل تعذيب المعتقلات ومنها الركل واللطم على صدورهن والإجبار على مشاهدة مواد إباحية أو أداء أفعال جنسية للمحققين كما يكشف عن وجود الأمير خالد في موقع التعذيب وتهديده إحدى الناشطات بالاغتصاب والقتل صارخا في وجهها أنا سفير السعودية في أمريكا وبإمكاني فعل ما أشاء بك كل هذه الارتكابات تحصل وتستمر بضوء أخضر أمريكي ترامبي تحديدا فماذا سيحل بهذه الحماية المطلقة بعد ترامب ولسيما أن ذلك يترفق مع مسعى لمشرعين بريطانيين للتحقيق في مصير الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز بعد ستة أشهر على اعتقالهما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من أن اليمن يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود وذهب جوتيرش في التحذير من أنه في ظل غياب إجراء فوريا فإن ملايين الأرواح ستفقد بسبب الجوع فاصل نتابع بعده النشرة مجددا حياكم الله الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أعلن البدء بتسيير رحلات جوية مباشرة مع إيران وروسيا ما يعني كسرا للحصار المفروض على بلاده تقرير ملك خالد مطار سيمون بوليفار الدولي في العاصمة الفنزولية كاراكس سيستقبل قريبا رحلات مباشرة من روسيا وإيران هذا ما أعلنه الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو كونفياسا النقل الوطني في فنزولا منحت ترخيصة لتنظيم رحلات دورية مع المكسيك والدومينيكان وتركيا وقريبا ستسير رحلات منتظمة مع عاصمتين قدمتا دعما غير مسبوق لفنزولا وتحديدا في فترة الحصار عقوبات واشنطن الاقتصادية ومحاولات اغتيال مادورو وترتيب انقلاب عسكري ضده وآخر السياسي عبر الاعتراف بخوان جوايد رئيسا لفنزولا هذا كله كان ليكون أصعب بمراحل على الشعب الفنزولي لو لا الدعمان الإيراني والروسي المستمران الحصار البحري كسرته ناقلات النفط الإيراني التي رسد في شهر أيار مايو الماضي في الموانئ الفنزولية قاطعة محيطات وبحورا حول العالم لإصال رسالة تضامن مع شعب فنزولا في مواجهة الحصار ورسالة تحدي لمن يحاول تجويع الناس بالحصار والعقوبات أما روسيا فدعمها الفني واللوجستي لفنزولا في مجالات متعددة ثابت وراسخ وفي زمن كورونا بالذات كانت كل من طهران وموسكو في مقدمة داعمي فنزولا بالأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة لدولة محاصرة لتتمكن من مواجهة جائحة قاسية كسر الحصار الجوي على فنزولا ليس تفصيلا هذه الدولة الاشتراكية التي تحاربها عشرات الدول لمجرد رفضها للإملاءات الأمريكية تنجح مجددا في تخطي عقبات وعقوبات لتثبت أنها قادرة على التصدي لواشنطن بقدراتها الذاتية وبتمسك شعبها برئيسه الشرعي المنتخب وأيضا بمساعدة أصدقائها الحقيقيين كما يصفهم مادورو كل من إيران وروسيا وطبعا كوبا القريبة تام رئيس الفرنسي مانويل ماكرون روسيا وتركيا باتباع استراتيجية ترمي إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك قال ماكرون أن هذه القوى تستغل نقمة ما بعد حقبة الاستعمار مشددا على أنه لا نقاش مع من وصفهم بالإرهابيين في منطقة الساحل 22 مليار دولار لتطوير القطاع العسكري رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنها كافية لتعيد بلاده لتصبح أكبر قوة بحرية في أوروبا تقرير موسى سرور بوريس جونسون يقتطع من النفقات على وباء كورونا نحو 22 مليار دولار ويخصصها للإنفاق الدفاعي تفاخر جونسون أمام أعضاء مجلس العموم بأن بلاده تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مجال الإنفاق العسكري والثاني على مستوى النيتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق العسكري الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ الحرب الباردة سيتركز على التقنيات وإنشاء وكالة متخصصة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب قيادة فضائية قادرة على إطلاق صاروخها الأول بحلول عام 2022 الوضع الدولي أكثر خطورة وتنفسية من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة يجب أن نكون أوفياء لتاريخنا وأن نقف إلى جانب حلفائنا لتحقيق ذلك نحتاج إلى تحديث قدراتنا في جميع المجالات المعارضة البريطانية رحبت بزيادة الإنفاق العسكري لكنها اتهمت حكومة جونسون بتفضيل المؤسسة العسكرية على حساب الفقراء والمحتاجين الذين تتزايد أعدادهم في بريطانيا فضلا عن إغفال منح زيادة في الرواتب للطاقم الطبي الذي يواجه وباء كورونا كما انتقد بعض أعضاء البرلمان البريطاني قرار الحكومة تقليص نسبة المساعدات الخارجية وحرمان المحتاجين في العالم من مليارات الدولارات سنويا نرحب بخطوة الحكومة بشأن المخصصات الدفاعية لكن هذا الإنفاق يفتقد إلى استراتيجية واضحة وهناك أمر مهم من أين ستعوض الحكومة هذه الأموال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال السير نيك كارتر كان قد أعلن عن مخطط بأن يصبح قوام جيشه مائة وعشرين ألف عسكري بينهم ثلاثون ألف روبوت وقال إن هناك خططا لإجراء استعراض دفاعي لمدة خمس سنوات من شأنه أن يشمل استثمارا كبيرا في حرب الروبوتات زيادة الإنفاق العسكري البريطاني رسالة إلى أوروبا مفادها بأن بريطانيا بعد البريكزيت ستبقى القوة العسكرية الأقوى في الغرب وهي رسالة أيضا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يمكن الاعتماد على بريطانيا حتى لو كانت خارج الاتحاد الأوروبي مستصر لندن الميادين احتضرت تونس فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الأفريقي وهو أول حدث اقتصادي يعقد بطريقة افتراضية وقد شاركت فيه ألف مؤسسة اقتصادية من خمس وعشرين دولة ومثلت لقاءات الأعمال الافتراضية التونسية الأفريقية فرصة لإرساء شراكة بين دول أفريقيا جنوب الصحراء تقرير سميح البغانبي تعزيز الاقتصاد الافريقي الذي يمثل فقط خمسة بالمئة من حجم التجارة العالمية وإرساء شراكة مربحة تقوم على تبادل خبرات وتطوير نسب المبادلات الاقتصادية بين الدول الأفريقية هي أبرز أهداف المنتدى الاقتصادي الافريقي الذي تحتضنه تونس افتراضيا تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الافريقي من بينها بالخصوص انضمان بلادنا إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب افريقيا مع بداية السنة الحالية بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة صادرات تونس إلى بلدان جنوب الصحراء ستشمل العديد من القطاعات منها الفلاحة وصناعات الغذائية ومواد البناء وهو ما سيسهم في رفع حجم صادرات تونس من 2.7 إلى 5% بحلول العام المقبل وفق ما أكده المركز الوطني للنهوذ بالصادرات المصادرين التونس الكل توفرت الفرصة لكي يعطي المنتوج متاحهم المنتوج متاحة تواصل كل موجود وقاعدين يشوفوا فيه 25 دولة وقاعدين يشوفوا فيه ألف مورد من إفريقيا وهذا يكون في حد ذاته لكي تكون له تبعات واتخذت تونس العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والتكامل الإفريقي من بينها انذمام تونس إلى السوق المشترك لبلدان شرقه وجنوب إفريقيا بما يتيح حرية سامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة جائحة كورونا ورغم سلبيتها إلا أنها فتحت أفاق اقتصادية إفريقية جديدة أفاق تسعى تونس إلى الاستثمار فيها من خلال رفع حجم صادراتها سميح البغانمي تونس الميادين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن اندلاع النزاع في منطقة تجرايا الإثيوبية جعل نحو مليونين وثلاثمائة ألف طفل بحاجة مأسة إلى المساعدة وألافا آخرين في خطر بمخيمات اللاجئين وتقدر الوكالان نحو 12 ألف طفل بعضهم من دون أباء أو أقارب من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ويحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر حيث يعاني اللاجئون من ظروف غير صحية إضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام مئة وثلاثون مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب تدعيات كورونا على الاقتصاد العالمي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ونكتاد ومستوى الفقر سيستمر العام المقبل برغم الحديث عن التوصل إلى لقاحات مضادة للوباء تقرير موسى عاصي الحديث عن التوصل إلى لقاحات قريبة لوباء كورونا لن يكون له أي تأثير مباشر على مستوى ضرر الاقتصادي الذي خلفه الوباء والذي سيشعر به العالم ولسيما الفقراء لفترات طويلة من الزمن دراسة جديدة وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة تظهر أن هذه الأزمة قد تدفع بمائة وثلاثين مليون شخص إضافيا إلى الفقر المرق حول العالم غالبيتهم في أفريقيا خلف الصحراء وفي آسيا وأمريكا الجنوبية الفقر المطقع يعني أن يتجاوز دخل الفرد اليومي الدولارين والتوقعات تشير هنا إلى أن سبعين مليون شخص سينضمون إلى هذه الفئة خلال العام الحالي وسيرتفع عدد هؤلاء إلى مائة وثلاثين مليون العام المقبل وهو ارتفاع لم يحدث منذ الأزمة الأسوية عام 1990 وباء كورونا كشف عن الوجه الحقيقي لعدم المساواة الراسخة في النظام الاقتصادي العالمي والمطلوب تغيير الآليات القديمة بدءا بالتوزيع العادل للقاحات المنتظرة تداعيات الأزمة لم تكن متساوية بين الدول وشعوب وحتى الأفراد والمعالجة الحقيقية لهذه الأزمة تبدأ بالعمل على مواجهة عدم المساواة الصارخ وسيكون توزيع اللقاح اختبارا مهما لمعرفة إن كان المجتمع الدولي قادرا على توزيع اللقاحات على نحو عادل بين الفقراء والأغنياء المسألة الثانية هي أن تعمل الدول الغنية إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة كليا لا لاكتفاء بتغفيضها وكانت نسبة الفقر في العالم قد تقلصت إلى 8.6% عام 2018 لكن في العام الحالي وبسبب وباء كورونا ارتفعت هذه النسبة إلى 8.8% ومن المرجح أن يتواصل هذا الارتفاع خلال العام المقبل على أقل تقدير نسبة الانكماش الاقتصادي العالمي خلال العام 2020 تبلغ 4.3% وهي نسبة مرتفعة جدا لكنها تبقى أقل من المتوقع بفضل الاقتصاد الصيني الذي تخلص سريعا من تبعات الوباء وحقق قفزات نوعية قللت من مستوى الانهيار موسى عاسي جناف الميالين يشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات من جراء كورونا الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية تقرير لنا شهين مرحلة تفشي وباء كورونا تتسع رقعتها يوما بعد يوم ثمانية آلاف إصابة تقريبا سجلها الأردن كأعلى رقم قياسيا منذ انتشار الجائحة الوضع مقلق لكنه لا يزال تحت السيطرة عدد الفحصات عالي جدا مقارنة مع عدد السكان في عنا تقريبا من 20-30 ألف أحص يومي ففي عنا إيجابية هاي الإيجابية اللهم حوالي 5-6 ألف حالي الأشخاص ذوي اختطار عالي يعني أشخاص مخلطين من درجة أولى وأشخاص عندهم أعراض هناك عشرات الآلاف من الحالات الغير مشخصة وهذا لهم الخطر الكبير إجراءات احترازية اتخذت استعدادا لأي تدهور في الوضع الوبائي أمر دفاع جديد يفوض وزير الصحة وضع يده على أي مستشفى بشكل كلي أو جزئي من أجل استقبال مرضى كورونا الذين حولتهم وزارة الصحة حصرا لأن تصطيح المنحن الوبائي حاليا هو بيت القصيد حدد المرضى الموجودين على أسرة الشفاء حاليا في المستشفى الحكومية والخاصة 2150 حاليا منهم 475 مريض في غرف العناية المركزة طبعا هذه أرقام نسبيا كبيرة بالنسبة لقدرة القطاع الصحي في الأردن في التعاون مع هذه الحالات إلا أننا اتخذنا إجراءات كثيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية الأردن على موعد مع وصول عشرة في المائة من اللقاح الأمريكي مطلع العام المقبل والكلام لوزير الصحة الذي أكد أن اللقاح سيكون من نصيب فئة المصابين ذو الأخطار العالية آلاف المصابين يخضعون للعزل المنزلي والعمل على بناء مستشفيات ميدانية يجري على قدم وصاق عقوبات مشددة أقرت ضد كل من يخالف إجراءات الوقاية الصحية والحظر الشامل لم يعد على طاولة النقاش حاليا فالحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي لأن شهين عمان قال معي دين النشرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين الخزع ليعلن انتهاء هدنة المقاومة العراقية مع الأمريكيين ويعد الوجود العسكرية التركي أخطر من الأمريكي وثائق عسكرية أمريكية تكشف عن خيانة زعيم داعش الحالي للعشرات من أعضاء تنظيم خلال احتجازه في سجن بوكا طهران تنفي الأنباء عن محاولة إرسال رسالة إلى فريخ جبايدن وتصفها بالأخبار الصفراء الرئاسة اللبنانية تنفي مزاعم وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تبدل موقف بيروت من مسألة تثبيت ترسيم الحدود البحرية الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن اليمن يواجه خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة في العالم منذ عقود الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورو يعلن قرب انطلاق رحلات الجوية المباشرة مع طهران وموسكو لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت المايدين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء